رسم الرئيس عبد الفتاح السيسي خارطة طريق للوطن خلال المرحلة الهامة المقبلة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية مرحلة فارقة في تاريخ الوطن تأتي وسط تطورات إقليمية لا تنتهي وأزمة اقتصادية كبرى تضرب العالم مرحلة فارقة في تاريخ الوطن تأتي وسط تطورات إقليمية لا تنتهي وأزمة اقتصادية كبرى تضرب العالم وهو ما استدعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسم خارطة طريق للمستقبل بعد فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية 2024 مصر بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية تواجه حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تطلب استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرار لما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وللقضية الفلسطينية كما تواجه مصر تحديات إقليمية خطيرة وأوضاع مشتعلة في السودان وليبيا والتي ترتبط بشكل مباشر بأمننا القومي بالإضافة لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية أما على المستوى الداخلي فتبرز أولوية استكمال استراتيجية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النهضة الشاملة التي بدأتها الدولة منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس السيسي هي تحديات حدث بالرئيس السيسي لتجديد العهد ورسم خارطات الطريق التي ارتكزت على الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة التي تجمع أبنائها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا دولة تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها وسط تحديات معقدة ومتشابكة تواجه مصر في ظل قيادة حكيمة ورشيدة متسلحة بشعب عظيم ضرب أروع الأمثلة في التضحية والثبات سواء في تصديه للإرهاب وعنفة أو لتحمله للإصلاح الاقتصادي وآثارة بالإضافة لمواجهة الأزمات بثبات ووعي وحكمة ترجمة نانسي قنقر